أعلن مسؤول في وزارة النفط العراقية أن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنبي بيامور عبر تركيا لا تزال مستمرة مشيرا إلى أن بغداد وأنقرة ستعقدان المزيد من الاجتماعات قريبا والتي ستظهر مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة تجاه القضايا العالقة التصريحات العراقية تأتي غداة إعلان وزير الطاقة التركي استئناف تشغيل خط الأنابيب هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر وعلقت أنقرة مرور نفط كردستان عبر أراضيها وتصديره عبر ميناء جهان بعد حصول بغداد على حكم يلزم الجانب التركي بدفع تعويضات لها بسبب عدم حصولها على موافقة الحكومة الاتحادية العراقية التوترات بين الجانبين تشمل أيضا ملف المياه حيث يعاني العراق من الجفاف بسبب السدود التركية التي تمنع تدفق المياه أما أمنيا فتواصل تركيا قصف عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق والتي تعتبر أنقرة أن وجودهم يشكل عائقا كبيرا أمام تطور العلاقات مع بغداد في العراق نطلب حصة عادلة من المياه من نطلب نرجع إلى قبل بعد المنشآت الهادرولوكية في هذه البلدان بل أحنا نريد حصة عادلة حصة عادلة من ناحية الزراعة من ناحية مياه الشرب من ناحية هذه الجهات السكان البلد كما تعلمون أحنا سكاننا هم زادة وذلك نحتاج كمية أكبر من المياه مثل السابق والتعاوننا موجود مع الدول الجوار مع تركيا مع إيران وأنا متفائل نوصل إلى متائج إيجابية بخصوص تقاسم المياه بيننا ترجمة نانسي قنقر